بريطانيا أول محطة في قراءتنا لعناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية حيث كتبت صحيفة The Guardian أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد أن الوافدين إلى إنجلترا من خارج البلاد لن يضطروا بعد الآن للخضوع لفحوص الكشف عن كوفيد 19 في حال ما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح يومية البغيزيان الفرنسية أوردت إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنه من الممكن وضع حد للمرحلة الحادة من جائحة كورونا هذا العام حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كل 12 ثانية عبر العالم وفي ألمانيا أفدت صحيفة فرانكفورت الرانتشاو بأن شخصا لقي مسرعة وأصيب أربعة بجروح في حادث إطلاق نار داخل قاعة المحاضرات بجامعة هايدلبرغ في غرب ألمانيا مشيرة إلى أن منفذ الهجوم أقدم بعد ذلك على الانتحار صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية صلتت الضوء على مجريات الانتخابات الرئاسية التي ستفضي إلى انتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الحالي ماريو دراقي يبقى هو المرشح الأوفر حضا للذفر بهذا المنصب ضد الطبع الفخري